اهلا بكم مشاهدي القناة مرحبا بكم في فيديو جديد تتواصل الاشغال بملعب خمس جويلية الولمبيو فيما يخص اعادة تهيئة ارضية الميداني حيث تظهر لنا الصور نمو العشب الطبيعي الجديد بالملعب بعد اقل من اسبوعين من زرع العشب الجديد وحسب المسؤولين عن الملعب فان العشب سيكتمل نموفه في نهاية شهر اكتوبر ويسلم الملعب لاحتضان المباريات وكان فريق اتحاد العاصمة قد اعلن عن الاستقبال في الملعب عند انتهاء الاشغال فيه ويعد ملعب خمسة جويلية واحد من اعرق ملاعب الجزائر واكبرها واستفاد الملعب من مشروع اعادة العصرنة لكن تم تأجيل العملية والاكتفاء فقط حاليا باعادة العشب الطبيعي اشتركوا في القناة